السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء اليوم سنكمل ما بدنا حول معادلة برنولي في المحاضرات السابقة أخذنا معادلة برنولي اللي تكون في ظروف مثالية ظروف خالية من الاحتكاك خالية من الفواقد السائل لجوش تلساوي صفر هذا كلها حالات مثالية ليس لها وجود على الواقع فالآن رح نطبق معادلة برنولي لكن نضيف لها إضافة بسيطة حتى نحاول أنه تكون محاكية للواقع يعني ممكن أنه نطبقها في الواقع العملي فالصلاف والها قال لو إحنا السوائل بشكل عام تجري من نقطة إلى أخرى طبعا رح تمر بأنبوب هذا الأنبوب رح يصير باحتكاك رح تمر أيضا قد يكون يسموها أجزاء مشكلة مثلا حرف T تقسيم حرف T أو مثلا عكس يسموه مرفق أو شيء من هالقبيل هاي كلها رح تأخذ من الطاقة فالطاقة عند النقطة A خلينا نعتبر هاي النقطة A مو نفس هالطاقة اللي رح تطلع عند النقطة B رح يكون بيها أكو فواقد فهي الفواقد رمزوا لها بالرمز HL HL طبعا هنا ديحتي هاي المعادلة بدلالة الارتفاع ديحتي فهنا هاي الـ HL وين يضيفها ضافها على التول وعلى الـ 1 بالطبع أنت من عندك النقطة واحد ما بيها فواقد الفواقد وين يصير عند النقطة الثانية اللي دي يجرأ لها السائل فالضيف الفواقد وين عند النقطة الثانية فصير المعادلة كالآتي الـ P1 على رو جي زائد V1 تربي على 2 جي زائد H1 هذا النقطة الأولى يساوي الـ P2 على رو جي الـ V2 تربي على 2 جي زائد H2 زائد HL يعني من تطرح الطاقة هاي هنا خلنسميها الطاقة عند النقطة A نرمز إلىها به الرمز هذا وهذا المقدار هذا المقدار هو الطاقة عند النقطة B فمن تحول الـ B إلى الطرف الآخر يصير E A في الشكل هذا يصير E A ماينس أو ناقص E B شو رح يساوي لي؟ رح يساوي لي الـ H وهي الفواقد الطاقة عند النقطة A ناقص الطاقة عند النقطة B رح يصير عند الفواقد سؤال لكم السائل شو نعرفه بأي اتجاه دي يجري؟ يعني أنا إذا جيت حسابت حساباتي بس هو مطين اتجاه الحركة رح أقدر أعرف بأي اتجاه رح يجري لو لو أنتم شو تقولون؟ جدا ممتاز رح أجي أحسب رح أجي أحسب أحسب هذا إشقد اللي هي الـ E A هذا راح بعدين أجي أحسب الـ E B هاي البيان قوسين الـ E A يعني حتى أعرفوا اللي هي الـ E A من أخليها؟ خليها ويا الـ B لو أخليها ويا الـ E مو تفرق عندي أما إذا أعرفت تجاه الحركة فعادة أو دائما هي الـ H تكون ويا النقطة الثانية زيان نجي أخذنا ذاك الأسبوع مثال سريع مرحة يعني حعيدة على السريع مرحة أكتبه هذا المثال يقول عندي أنبوب قطرة 400 ملي متر شوفوا انتبه هنا منضيني بالملي متر هذا طبعا 400 ملي متر شنو عندي الأيل وعندي الـ B هو الأنبوب كله طويلة عفوا قطرة 400 ملي متر يعني هنا استوى لي هنا ما عندي فرق بالسرعة ما عندي فرق بالسرعة زيان ينقل عفوا ما عندي فرق بالمساحات ينقل ماء بسرعة 25 متر بالثاني الضغط عند النقطة A والنقطة B يساوي هلقد الضغط طبعا عند النقطة A يساوي هذا المقدار من يقول لك على التوالي يعني الـ A ويهذا المقدار والـ B ويهذا المقدار هاي تعرفوها وكان ارتفاعين نقطة A و B عن مستوى الاسناد 28 هذا للـ A و 30 هي للـ B على التوالي يريد جد الفقد بالارتفاع بين النقطتين A و B جد الفقد بالطاقة العفو الفرق بالطاقة الارتفاع ما يقصد به الـ H يقصد بهو الفرق بالطاقة بس بدلالة الارتفاع هذا المقصود ما عنده فهنا شنو اللي يسوه هنا أول شيء كتب المعطيات الـ D يساوي 400 ملي متر هو استوى رأسا نحولها إلى متر قسمها على ألف لأنه عندي هنا بالمعادلة عندي متر على الثانية وعندي هنا متر وعندي سانتي متر فأنا كلها رح حولها إلى متر فحولها إلى متر السرعة عندي 25 متر على الثاني ليش منطاني V1 و V2 منو يقول لي؟ أكو أحد يقدر يجاوب ليش؟ نعم كلش ممتاز القطر متساوي يعني المساحة متساوية المساحة متساوية يعني شنو؟ يعني السرعة متساوية إذن القطر والمساحة شوف مرمز لها برمز يعني سبسكرب رمز صغير فقط D و V باعتبار هي ثابتة رح تكون زيان هسا نجي الضغط عند النقطة A 29 هاياته 29.43 نيوتن على السنتيمتر المربع شا حولها؟ أحولها متر من عندي سنتيمتر مربع أحولها المتر مربع عشق المعامل 10 أس أربعة يعني عشب تالاف فصارت عندي مجرد حولت الضغط أتحول نجي الارتفاع الارتفاع هنا هو وش كاتب لي الارتفاع كاتب لي 28 ب 30 فالزي اي اللي هو ارتفاع الأول 28 متر هذا وأيضا عندي بعدين هسا هنا يطنيا بالصفحة الثانية على النقطة هسا هنا يحسب فقط النقطة A ال V A السرعة الأولى تساوي V وتساوي 25 متر هاي جميع معطيات النقطة النقطة A خليني سمعها اللي هي هاي النقطة البالأسفل هسا يحسب Total Energy مجموعة الطاقة يا طاقة طاقة الضغط هاي طاقة الضغط وطاقة الارتفاع وطاقة العفو طاقة السرعة وطاقة الارتفاع لكن كلها بدلالة شنو بدلالة الارتفاع وليس بدلالة الطاقة فستخدم استخدم معادلة P A على روجي هاي المعادلة الموجودة أمامكم المعطيات جميعها موجودة نعم جميعها موجودة بس مجرد تطبيق مباشر هاي هنا كثافة هنا التعجيل هنا السرعة ربعها لا تنسون التربيع ما السرعة وهنا عندي ايضا اثنين في التعجيل زائد 28 اللي هو الارتفاع طلعلي قول اجماعتهم طلعلي فالرقم هذا الرقم طلعلي اللي هو شنو بالمتر هذا الرقم طلعلي بالمتر 89.85 متر هذا شنو هذا مجموع الطاقات بدلالة الارتفاع زين هاي النقطة اي نجح النقطة بي النقطة بي اش راح يقول راح يقول لي الضغط مات هش قيد هذا الضغط مات اللي هو 22.563 يوت نعم سنتيمتر المربع ضربها في عشرة أربعة نفس الحالة فتحولت إلى نيوتن على المتر المربع هاي خلصنا معدل الارتفاع حيات 30 والفي أيضا نفس شي قلنا يساوي في ويساوي في اي ويساوي 25 متر على الثانية اللي هي نفسها مات غيرها الـ يعني نقصد بي مجموع الطاقة عند النقطة بي توتال انرجي ات بي هنا راح نطبق المعادلة زي هسا السائل انتم من يومكم السائل مين دي جري من الاي لوا من البي نجي نشوف الاي تسعة وثمانية نكسر البي اربعة وثمانية اذا دي جري من النقطة اي إلى النقطة بي الفرق بالطاقة هو الاي اي ناقص الاي بي راح يساوي لخمسة متر هو الفرق بالطاقة بدلالة الارتفاع هذا يسمو هذا مين جاي جاي من الاستكاك بالانابيب هاي واحد وجاي ايضا من الاجزاء المشكلة يسموها اللي هي عكوسة او مثلا اجزاء هاي الجوينات وغيرها اذا ايضا حصير بها فواقد بالطاقة وحسا ناخدها طبعا يعني الفواقد بالطاقة هاي الخمسة مرة يطيك اياها جاهزة مرة يطيك المعلومات ما النقطة اي كاملة وما النقطة بي كاملة وتطرح واحدة من هنا وتطلع عليك ومرة لا يطيك فاد نقص اكو بال اي اي او بال اي بي ويطيك معلومات حيث تقدر تطلع ال هاي هس ناخذها شو نطلع ال هاي لكن مو من معادلة برنولي اطلعها من معادلات اخرى واطبقها بمعادلة برنولي فهس نشوف وحدة بعد الاخرى حتى لا تصير نجي هذا سؤال اخر رح نحاول نحله هذا السؤال شي يقول يقول انبوب مخروطي هذا الموجود امامكم طولة اثنين متر هذا طول مات اثنين متر زين مثبت بشكل شاقولي مثل ما تشوف امامكم بحيث تكون نهايتها الصغرى الى الاعلى هاي نهايتها الصغرى وطبعا الكبرى الاسفل كانت سرعة جريان الماء عند النهاية العليا سمعوني طلابه ماشي كانت سرعة جريان الماء عند النهاية العليا يعني هاي رقم واحد خمسة متر على الثاني اذا نش كتب خلن نجي نكتب المعطيات وحدة وحدة ال ال يساوي ل اثنين متر هذا شنو طول ال انبو سرعة الجريان عند النهاية العليا اكتب V1 يساوي خمسة متر على الثاني في حين كانت السرعة السفلة يعني السرعة عند النهاية السفلة كانت ثنين متر على الثاني اذا اكتب هنا V2 يساوي ثنين متر على الثاني وكانت شحنة الضغط عند النهاية العليا 2.5 متر من السائل هاي منو يقول لي شنو معناتها شحنة الضغط منو يقول كل ش ممتاز كل ش ممتاز P خلينا شوف يا وين صار عند النهاية يعني P1 على رو G يساوي ثنين ونص ليش هاي شحنة الضغط لأن تتذكرون احنا قلنا هذا شوف هذا بالألوان هذا قلنا هذا العمود الأفقي هذا كل يعبر عن شحنة الضغط لكن مرة قلنا بدلالة الطاقة مرة بدلالة الطاقة لكل وحدة كتلة ومر بدلالة الارتفاع فهنا منطينا شحنة الضغط بدلالة الارتفاع فآن شقول P على رو G فاستخدمت P على رو G منطينا بالمتر أيضا فاكتب هنا متر هس عرفت ليش استخدمت P1 على رو G ليش ما استخدمت مثلا خلينا نقول هذا ليش ما استخدمت هذا لأنه ما منطينا طاقة ما منطينا طاقة لكل كتلة فاستخدمت P على رو G كل ممتاز زين وتحسب فواقد الطاقة خلال الأنبوب هنا فواقد الطاقة اللعبل بالسؤال شنو اللي ده صير فواقد الطاقة ما منطينا مباشرة يعني الـ HL هنا هكتب حتى نتاخل المكان الـ HL ما منطينا إياها كاملة ما منطينا إياها جاهزة إيش قايل اللي قال يابا هاي تنحسب منها المعادلة فانطينا يفد معادلة هاي اللي ها 35 0 .35 في V1 ناقص V2 تربيع على 2 G قال لي هاي فواقد الطاقة تنحسب هاي المعادلة فأنا شا سوي السرعة عندي بس أجي أعوض خلي نعوض نشوف قد يطلع ويساوي 0 بوينت 35 في الخمسة ناقص 2 تربيع على 2 G طبعا هاي برأيكم شون راح تطلع وحدات هاي يفترض وحدات هاي تطلع بالضبط متر ليه شانو عندي البوست هو متر هاي طبعا هنا تربيع لازم أكو بالسؤال متر على الثانية الكل تربيع يعني متر تربيع على الثانية تربيع النوب أقص مع التعجيل متر على الثانية تربيع فهاي راح اتوي هاي وهذا وقاح ويا لسنين فصار عندي فقط متر صار واضح طلاب زين هس نجي نشوف ايش قد يطلع الناتج هنا حتى نكتب يطلع الناتج 0 1 6 متر هذا ال هل بعد شي يريد من عندي يريد عند يقول هاي طبعا مطين حيث وأن V1 V2 هاي نعرفها يقول جد شحنة الضغط عند النهاية السفلة يعني شي يريد يعني يريد P2 على ROG هاي مجهولة يريدها هو يريدها علما أن السائل يجري من الأعلى إلى الأسفل يش قل لك من الأكبر لأنه عندك شي مفقود P2 مفقود فإذا ما يقول لك من الاتجاه ما رح تقدر تخلي ال HL ما تعرف مين بينما إذا مطيك المعلومات كلها ستطلع H1 عف والأسف E1 و E2 رح تشوف ياه الأكبر رح تعرف سالم مين بيجري لكن إذا عندك شي مفقود ما رح تعرف فهو شم سوي يعني منطيكي الاتجاه حتى تعرف H1 فهذا المعادلة ماتي شو رح أصير رح أصير كالآتي رح أصير عندي P هن سويها بغير لون حتى تختلف عن المعطيات هنا P1 على Rho G زائدا V1 تربيع على 2G زائدا H1 المفروض شي ساوي للP2 اللي هو أنا أريده P2 على Rho G هذا المقدار كله أنا أريده زائدا V2 تربيع على 2G زائدا H2 زائدا شنو زائدا HL ليش زائدا HL لأن هو دي يقول يجري من الأعلى إلى الأسفل فأخلي هالHL ويه النقطة 2 بعد ما أجي أطبق المعادلة مال T رح أصير كال AT P1 على Rho G هذا 2.5 رح أكتب هنا 2.5 زائد سين V1 تربيع موجودة لا يحتاج لها حتى تحويل لا يحتاج لها بس عوضها يصير 5 تربيع على 2 في 9 0.81 1 زائد H1 H1 اللي هو أشقد من الطينية من يقول H1 أشقد ها يلا طلاب أسمع من عدكم بالضبط طول الأنبوب لأنه هذا يقول شاقول فطول الأنبوب 2 أذن هنا أخلي 2 كل ممتاز زائد V تربيع اللي هو 2 تربيع على 2 G زائد H2 لاذا 2 وش قد ها طلاب لا شلون هم 2 هو مو أفقي عمودي بالضبط H2 0 ليش 0 لأنه هذا حيصد كأنه من قلي طول الأنبوب 2 يعني من حاسبة منها النقطة منها المستوى هذا المستوى هذا 2 هذا المستوى بعد صفر عندي صار كأنه ما صفر فإذا رح يصير عندي رح يصير هنا زائد 0 زائد HL اللي هو 16% هنا بعد ما نصفي المعادلة خلي يعني أقل وعصف حسن هو الحل جاهز يعني بعد ما نصفي المعادلة رح يطلع لك فقط مجهول واحد رح تستخرج به الطريقة هاي هس هل شوفون هنا اللي سوا شنو أول شي اللينث اللي هو الطول مطين ايا 2 متر هاي داعي دلكم السؤال بس بشكل مطبوع ال V1 5 متر ال P1 على روج 2.5 متر مثل مقال زميد قبل شوية ال V2 السرعة الثانية هي 2 متر هنا ال HL طلعنا من المعادلة هاي اللي سيق قبل شوية سوينا طلع 16 بالمية متر ال برجر هيد اللي هو شحنة الضغط هو يريدها عند النقطة 2 فرح استير الحلقة الاتي نطبق معادلة برنولي بهالطريقة هاي اللي كتبناها كتابة يد قبل شوية رح نجي ننزل الارقام نزلنا الارقام اخر شي رح يطلع عندنا مجهول واحد هو P2 على روج هذا المجهول بعد التصفية رح يطلع عندنا 5.407 متر من السائل هذا هو شحنة الضغط هذه هي شحنة الضغط هذا السؤال اللي هنا واضح مجرد تطبيق ارقام يعني ما بي اي لوفر نجي الى مثال اخر مثال اخر يقول انبوب ينقل زيت كثافته النسبية 87 هاي شنو هاي عجب بدون وحدات هاي ناسين وحدات مالته كلش ممتاز الكثافة النسبية بدون وحدات زين اذن الكثافة النسبية اللي هي شنو الاس جي ومنطينا يتغير قطره منطينا دي وان شوف يتغير قطره من يعني هاي المن يعني دي وان عند المقطع اي او خليس سميها دي اي ما طل هو منطيها رموز الى 500 ملي متر عند المقطع ب يعني هنا هصير هاي دي للمقطع ب والذي يكون اعلى من المقطع بمقدار 4 متر هاي ال4 متر شرح يصير اله اله اي اله اله ب رح تكون اله ب مصح بالضبط بالضبط اله ب زين واله اي شرح سيصير حصير معناته صفر اله اي يعني هنا نقدر نكتب اله اي صفر وصفر وكان الضغط 9.81 نيوتر ع سنتيمتر مربع و5 كسر نيوتر ع سنتيمتر مربع عند المقطع اي وبيع للتوالي يعني شنو يعني المقطع اي هذا الضغط مالته والمقطع به هو هذا الضغط مالته والتصريف مقداره 200 لتر بالثانية التصريف مطينية خلنشوف هاي ليش مطيني التصريف لازم ما حتاجه معناته وجدد فقد طبعا مو دائما من اي شي الطيكي تحتاج يعني جزق وشيالات ما تحتاج فشي يقول جدد فقد بالطاقة واتجاه الجريان هنا ما مطيك اتجاه الجريان هنا ما مطيك اتجاه الجريان فشي يريد يقول لك خلني نجي نشوف نشوف معادلة برنولي معادلة برنولي هسه لو ام الطاقة لو ام الطاقة لكل وحدة كتلة نطبق هي نفسه نفس المعادلة شي تقول المعادلة ماتي تقول P1 على Rho G زائد V1 تربيع على 2 G زائد H1 يساوي طبعا هنا ما عدي اتجاه الجريان فما رح اطلع معادلة برنولي لازم قبل ما اطلع معادلة برنولي شاكتب لازم اكتب اشوف ياه الاكبر هل هو الضغط عند الطاقة عند النقطة A لو الطاقة عند النقطة B اعلى فاجي اول شي اطلع وحدة وحدة شاكول اقول AT A AT A ماذا يصير رح نحسب الPH قد عندي 9.81 لكن شنو اضربها في 10 أو 4 حتى تتحول الى نيوتن على المتر المربع ها راحت مقسومة على الرو الكثافة ها هنا منطيني الكثافة النسبية فالكثافة النسبية لازم شا سولها لازم أحولها الرو هي كثافة هنا ما منطيني مي بالامثلة السابقة استخدمت ألف لانو اعرف انه كثافة الماء ألف لكن هنا يقول لي زيت منطيني كثافة النسبية فاش اش سوي مجرد اضربها في كثافة الماء فصفر 0.87 مضروبة في كثافة الماء 10 أو 3 هاي شنو هاي الرو مضروبة بالتعجيل 9.81 هذا بالنسبة الى يعني شون نقول استعرفت ليش منطيني الكثافة هاد لحظة طلاف ليش منطيني الكثافة النسبية لانو راح احتاجها هذا مو مي زين زائدا الفي اي تربيع الفي شقد ما منطيني اياها اذا كلش ممتاز كلش ممتاز منطيني تصريف ومنطيني اقطار فش اصوي انا هاي شحالة لازم انا استخرج او فهنا خلي اكتبها في اللحظة اثنين جي اثنين مضروبة في 9.81 هنا هاي استخرجها لازم زائدا اله اي قلنا صفر هس هنا اجي زميلتكم اش قلت قلت يا بحنا السرعة ما موجودة عندنا فش نسوي لازم نستخرجها من نشوف انه فالدرب نستخرج منه السرعة فهذا الدرب شنو عندي قانون تتذكروا هذا الكيو شي يساوي للتصريب يساوي للأي اللي هو مساحة المقطع العرضي في الفي اللي هي السرعة زيان الكيو موجود والأي ايضا اقدر استخرجه فاذن اقدر استخرج كلش ممتاز اذا هس شنسوي اول شي نقول الأي الأي للأي نفسه النقطة أي يعني يساوي هنا رح نستخدمه كل متر يعني فرح نحوله الميتين مليمتر رح يكون طبعا هنا دي اي هاي دي اي أو باي باي دي اي تربيع على أربعة ويساوي البي الدي اي هو ميتين فقسمه على ألف فيصير ميتين في عشرة والسالب ثلاثة كيش كأن نمو لكل تربيع مقسوم على أربعة رح يطلع الناتج هس نشوف رح يطلع عندنا الناتج ميتين في عشرة والسالب ثلاثة طلع عندنا هالقد مقسوم على صفر بوين ستعاش رح يطلع واحد بوينت خمسة وعشرين واحد بوينت خمسة وعشرين طلاب هس بعد ما قلنا انه الكيو طلعنا منه منه A طلعنا المساحة بهالطريقة هاي بعدين طلعنا منه حولنا الكيو حولنا إلى متر مكعب بدل اللتر زين بعد ذلك طلعت وقتر مكعب 1.25 مكعب متر الثاني هاي السرعة عند النقطة A 1.25 زين بعد ذلك الآن هس رح أكملكم يا هاي تشيب حتى بدون كتابة اللي رح يصير شنو رح يصير عدي الضغط عند النقطة القطر عند النقطة A والمساحة طلعت هياته وأيضا عدي الضغط معلوم هياته هذا الضغط فقط حولت إلى نيوتن على المتر المربع وهنا الزي A اللي هو شنو اللي هو قلنا صفر هنا قلنا اغتفاع النقطة A صفر بالنسبة ل هذا المستوى الإسناد ديتام لا يسموه طلعنا السرعة فكل المعلومات مال A صارت عندنا معلومة ما ناقصني غير شنو غير فقط أطبق المعادلة اللي هي مو معادلة برنولي كاملة قلنا فقط نعرف الطاقة عند النقطة A يعني بهالطريقة هاي نكتبها نكتب E A هاي شوفوها السعوف هاي مال B E A تساوي PA على ROG هاي معلومة كلها كاملة 9.81 في 10 أربعة بعد ما حولناها على 870 في 9 هاي شنو هي 870 هاي نفس 87 80 ضربها في كثافة الماء صارت 870 اللي هي ألف ضربها في ألف في 9.81 هاي كاملة السرعة طلعناها كاملة والارتفاع صفر فجمعناها نطلع هذا الرقام اللي هو 13.557 متر هذا مجموع الطاقة عند النقطة A لكن بدلالة شنو بدلالة الارتفاع زين بعد ذلك شي سوي نجي نشوف النقطة B النقطة B مطينا معلومات أيضا كاملة أيضا نفس اللي استغلنا عند النقطة A رح نشتغل عند النقطة B نطلع مساحة الضغط موجود كامل الارتفاع مطين 4 هو ده يقول عند الضغط هذا مقطع B الذي يكون أعلى من مقطع مقدار 4 ف مطين Z B مطين 4 هنا V السرعة رح نطلعها من معادلة Q معادلة Q مثل ما سوينا وهي نقطة A ف Q على A Q كان 200 هاي 200 لتر بالثانية حولنا إلى المتر مكعب قسمنا على ألف وهنا عندي المساحة بعد ما استخرجته هاي المساحة رح أجي أعوضها وين أعوضها هنا رح يطلع لرقام هذا السرعة بعد ما طلعت السرعة والأمور كلها صارت معلومة رح أجي أطبق الطاقة عند النقطة B E B هذا E B الضغط هذا الضغط رو هاي الرو بعد ما ضربتها في كتابة الماء وال G هذا التعجيل هذا راح هاي شحنة الضغط نجي على شحنة السرعة شحنة السرعة عدنا سرعة تربي حيات هاي السرعة ربعناها هذا على 2 G 2 في التعجيل زائل الارتفاع إيش قد طلع عنه طلع عشرة بوينت تسعة وكسر زين هنا هس خلي أمسح لكم هاي كله لاحظوا طلاب لاحظ صار عندي صار عندي رقمين اتجاه ما عرف شوف ما خالي سهم صار عندي E A 13 بوينت كسر وال E B هو 10 بوينت كسر ياه برأيكم ياه الطاقة أعلى عند النقطة أيل وعند النقطة B هاي فإذا السائل مين دي يجري من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل يعني من B إلى A دي يجري من الأسفل إلى الأعلى ليش لأنه عند الضغط عند النقطة عفو الطاقة عند النقطة A 13 هنا الطاقة عند النقطة A 13 وكسر بينما عند النقطة B عشرة وكسر السائل دائما يجري من النقطة ذات الضغط المضغط ذات الطاقة العالية إلى النقطة ذات الطاقة الواطئة جنس واحد يسألني يقول لك هنا الأربعة هذا الارتفاع النقطة B ارتفاعها أربعة كيف يجري السائل أقول صحيح كطاقة ارتفاع يعني لو تجعل ارتفاع فقط Z A والZ B هاي A صفر وهاي أربعة صحيح الB يتفوق على A بالنسبة للارتفاع لكن بيش يعني أقل يكون الضغط مال A أعلى من الضغط عند B لاحظ هذا 9.81 هذا 5 إذن الضغط أعلى وأضف إلى ذلك السرعة أيضا أعلى هنا 6 كسر هنا 1 فإذن صح هو B يتفوق على A بالارتفاع لكن A يتفوق على B بالضغط بالطاقة الضغط وطاقة السرعة الطاقة الحركية فإذن يجري السائل من النقطة A إلى النقطة B هنا هذا أول Direction ل بما أنه A أعلى من B إذن يجري السائل من A إلى B من الأعلى إلى الأوط المطلب الثاني اللي هو Lose of Head الفرق الفقد بالطاقة ال-HL ال-HL قلنا فقط نطرح E-A العالية ناقص الواطئة 13 ناقص عشر راح يطلع ال-2.69 متر طلاب لهنا أكو شي ما فهمت واضح الأمور زي هسه نجي هذا الحش يحتينا سهل كله بسيط يطيك معلومات يطيك مجهول واحد نستخرجه زي هنا بعض الأحيان شي سوي ال-HL يقول لك أنا ما حطيك إياها جاهزة وما راح أطيك معادلة فرنولي أيضا كلها جاهزة راح أطيك فد مجهول بمعادلة فرنولي وأنطيك ال-HL لكن مو تصريح مو صريحة أطيك إياها ضمنية شون ضمنية يطيك يطيك أكو عندك قانونية تقدر تحسب من خلال فواقد الطاقة عندنا فواقد الطاقة نوعي فواقد الطاقة نتيجة الاحتكاك وطبعا هذا فواقد سموها Major Losis يعني فواقد كبيرة تعتبر وعندنا Minor Losis اللي هي فواقد الطاقة بفعل الأجزاء المشكلة أو الأجزاء اللي هي تكون مثلا الجوينات أو عكوسة مثل ما قلنا قبل شوية فكل وحدة لها معادلتها وأيضا مو صعب وبسيط يقول يمكن حساب انخفاض الضغط طبعا رح نحسب انخفاض الضغط وبعدين من انخفاض الضغط رح سأحسب الطاقة بدلات الارتفاع فيقول يمكن حساب انخفاض الضغط من المعادلة التالية مطيك معادلة هذا Delta P يساوي لمدة هذا الرمز الواي المقلوب يسموه لمدة أو بعض الكتب يسموه F يعني فمو مشكلة الرمز يعني مهم شي انت تفهم شنو معنى هذا اللمدة يسموه معامل احتكاك هذا يطلع عن طريق الA على RE RE رينولد نمبر والA هذا ثابت يكون مقدار هيا اذا كان الجريان صفائحي يعني انت اول شي لازم شوف رينولد نمبر الجريان اذا كان صفائحي فتستخدم الA 64 وتحل اذا كان اصطرابي لكن يعني رينولد نمبر مو كلش عالي يعني اصطرابي لكن خلي نقول قريب من 4000 رح تستخدم هاي المعادلة الA تستخدم 316 بالألف لكن رقم رينولد مكان ما يكون مرفوع للأس واحد رح يكون مرفوع للأس 25 بالمية هذا راح نجي الL هو طول الانبوب طول الانبوب اللي يجري بزياد قطر وان هي طول خط الزيت يعني طول الانبوب زيان عيني اهنا لو تلاحظون عندنا الVelta بالفرق بالضغط على شن يعتمد يعتمد على اللمدة اللي قلنا هو معامل احتكاك يحسب من A على R E الA هو ثابت باما 64 واما 316 بالألف هذا الA R رينولد نمبر اما رفوع للأس واحد يعني ما علي شي اذا كان الجريان صفائحي اما اذا كان اضطرابي فيرفع للأس 0.25 عفوا هذا بالنسبة لللمدة نجعل ال L طول الانبوب طبعا معروف كل ما يزيد طول الانبوب كل ما يزيد الاحتكاك كل ما يزيد الفواقد الضغط رح يزيد ليس صحيح هاي شغلة متسالم عليها فالL هو طول الانبوب كل ما زاد اذا طول الانبوب يتناسب طرديا وياما ويالانخفاض بالضغط كل ما زاد طول الانبوب كل ما رح يصير عندي فواقد اكثر زي نجي على الكثافة الرو ايضا كل ما زارت الكثافة الاحتكاك ايضا رح يزيد باعتبار سوق ساء رح يكون اثقل فالاحتكاك رح يزيد وبالتالي رح يقلي لي او رح يسبب لي فواقد بالضغط البيتر بي ايضا السرعة اذا زادت ايضا رح يصير عندي فواقد بالاحتكاك على اثنين د هنا عدد د هو قطر الانبوب قطر الانبوب اذا زاد طبعا هنا بالعكس رح يتقل عندي الفواقد مو مثل ما الانبوب ضيق كل ما يزيد قطر الانبوب رح الفواقد رح تبدي بالانخفاض وبالتالي ال HL رح تكون اقل هاي المعادلة اماكم هاي شنو دلتا بي يعني شنو وحدات يعني وحدات مثلا نيوتن على المتر المربع مثلا باسكال مو صحيح انا ما اريد هاي شا اريد بدلالة الارتفاع فالدلتا بي شون اطلح بدلالة الارتفاع مجرد انه اقسم نفس المعادلة بس اقسمها على شنو على رو جي هاي المعادلة نفسها اقسمها على رو جي فهاي الرو رح تختصر ويلي هاي الرو يبقى عندي بس جي فالمعادلة رح تكون عندي بهال طريقة بهال شكل هذا هاي معادلة بدلالة الارتفاع معادلة بدلالة الارتفاع زين هذا اله اذا احسبت انا احسبت احسبت هنا المعادلة الثانية نفس الاولى لكن هنا شنو مكان اللمد عوض لك بما يساويها هذا اله على ر هاي اللمد عوض لك بما يساويها نفس المعادلة الفوق ها زين هنا هس خلي نشوف اقفة مثال عليها خلي احسب انخفاض الضغط الدلتا p هذا هنا شير اريد الدلتا p لكل متر في انبوب قطره 6 ملي متر ها هنا اريد الدلتا p لكل متر فانا اطلع الدلتا p وقسمها على طول الانبوب لازم في انبوب قطره 6 ملي متر هذا شنو قطر الانبوب د هذا قطر لسائل لزوجته الكينماتية 100 ملي متر مربع على الثانية هاي لزوجة الكينماتية الفي هاي سي او الانيو سموها وكثافته السائل اللي هو شنو 850 كيلوغرام على المتر المكعب هنا طبعا مفروض يجري بسرعة نصف متر على الثانية اشين هنا يريد يقول ثم وجد انخفاض ضغط عند نهاية الانبوب اذا علمت ان طول الانبوب ثلاثة متر طلاب اهنا شنو طريقة الحال اهنا لو تلاحظون منطيني اللزوجة اللزوجة سيساوي بيها منو يقول لي اللزوجة شنو رح استفاد من عدل نجعل قانون مالتنا القانون مالتنا شي يقول يقول دلتا في ش ساوي ساوي اللمدة هاي اللمدة على ال في ال على د في رو على اثنين في بيتر بي اللي هي السرعة زين نجعل ال منطيني لما منطيني منطيني بس وش يريد اول شي منطيني يريد لكل متر بعدين منطيني ثلاثة امتار فاول شي اطبق معادلتي هذا جيد استخدم ال طلاب وياي عفو وياي طلاب زين زين هس ال هناش قد استخدم طول ها بالبداية استخدم واحد متر بعدين استخدم ثلاثة متر رح يطلع الانخفاض ضغط لكل متر وانخفاض الضغط اذا كان ثلاثة متر رجج زين الروم موجودة اذا موجودة موجودة 850 كيلوغرام على المتر المكعب هياته هاي والاثنين هاي ثابت الفيتر بي السرعة ايضا موجودة هاي مطيني بقى عندي بقى عندي اللمدة مجهولة اللمدة ما منطيني مباشرة وش منطيني منطيني لزوجة حتى من اللزوجة من يقول اش استخرج من اللزوجة كلش ممتاز استخرج الرينولد نمبر الرينولد نمبر قانون اش يقول خلي هنا موجود ليش انا هاي اكتب من جديد الرينولد هاي اللمدة شي الساوي طبعا هنا مو 75 لازم قبل 75 اشوف الرينولد نمبر رينولد نمبر شي ساوي ساوي للسرعة هاي ال V سرعة مضروبة في القطر تذكروها مو رقم رينولد مضروبة في القطر مضروبة في ال new هذا رمز لاتيني موفي هذا new اللي هي اللزوجة الكينماتية كينماتية مزيد هنا عندي صفر بوينت خمسة اللي هي السرعة هياتها وعندي القطر من طينياء طبعا هنا فد لحظة هنا فد نقطة خمسة اي هنا خمسة متر طبعا هنا هو السرعة محولها محولها للملي متر مو العكس بس هو نفس الشي رح رقم خالي من الوحدات فهاي السرعة نطلحها بالملي متر بالملي متر غاربها في 10 أو 6 ثلاثة زين بعد ذلك بعد ذلك ايش رح يصير عدنا رح يصير عدي المية شنو المية هي اللزوجة هو كاتب للزوجة الكلماتية 100 ملي متر مربعة ثانية فهنا كلها مستخدمها بالملي متر فأنت حتى لو تحولها للمتر أيضا رح يطلع الرقم يمك ثابت 30 لي شنو هو خالي من الوحدات فهنا 30 طلع الناتج هذا شنو الار 30 هذا معناتها بجريان صفائحي لو يعني طباقي لو اصطرابي صفائحي زين ليش صفائحي شقلنا جريان الصفائحي شقد الرينالد نمبر مالتي يكون أقل من شقد تذكرون 2300 الرينالد دنبر إذا كان أقل من 2300 هذا شنو معناته صفائحي أو يسموه طباقي صفائحي زين إذا كان الرينالد دنبر شقد حتى يكون اصطرابي تمو اليوم شو تكون امتحان شقد كل ممتاز أكبر أو يساوي 4000 أو أكبر من 4000 قلنا المنطقة اللي بين ها يسموه جريان حرج يعني بين بين خلل نقول زين فهنا عندي 30 طلع الرينالد دنبر إذا هو صفائحي طباقي ما عدي أي مشكلة بي إذا القانون رح أستخدم هنا رح أستخدم اللمدة خل أمسح لها بعض تلصير هوسة بس عندنا هاي النقطة قدنا حتى نعدلها بعدين اللي هي رح أصير لحظة رح أصير أس ثلاثة إذن هناش رح أستخدم اللمدة مالتي هاي اللمدة رح تكون تساوي 60 64 على ر بدون أس هذا رح يكون بدون أس لي هذا الأس يكون أس ربع أو أس 0.25 هذا فقط إذا كان اضطراب إذا صفائحي فهاي المعادلة مات فأنا رح سور نور نور استخرجته هياته 30 فأقول 64 تقسيم 30 رح يطلع لفض رقم خلي نشوف هو هنا حاسب على 75 فخلي نشوف شقال يطلع 64 تقسيم 30 يطلع عندنا 2 0.13 هذا شنو وحدات اللمدة ما بيوحدات لأنه رينولد نبر خالي من الوحدات وال64 هو ثابت ف2 0.13 وها هي نجي نطبق نطبق هس هالي المعادلة مات هي وحطبق هنا فش أقول أقول يا بدلت تساوي اللمدة اللي أنا استخرجتها 2 0.13 2.13 مضروبة في شقيد في ال ال هنا رح استخدمه واحد هو دي يقول كل متر مقسوم على D القطر شقيد 6 ملي متر زين 6 ملي متر نحول لأنه هنا عد الكثافة بال كيلو متر كيلو على المتر والسرعة بال متر فنحول هنا نخلص من عد ها يعني 6 في عسرة السالة ثلاثة هاي حتى نحولها إلى متر زين مضروبة وانه هذا واحد ها العفو آسف مضروبة في العفو رو اللي هي 2850 كيلو غرام على متر المكعب مضروبة في مربع السرعة اللي هو 20.5 متر الثانية بس أربعها والمقام رح يكون 6 في عسرة السالة بثلاثة مضروف في اثنين شوية الخط جعمر يعني آه آه علي عم ساحة واكتبها من جديد هاي واسا صارت هنا ما حلو هنا رح يكون ثنيا بس الصفحة كون متن قلوب ثنيا بوينت آه 13 هاي اللمدة مو صحيح مضروبة في مضروبة في شنو في ال اللي هو قلنا جقد واحد اعتبرنا هسا حاليا مضروبة في الكثافة 850 مضروبة في مربع السرعة اللي هي نصف تربيع كل مقسوم على جقد مقسوم على D اللي قلنا نحوله هو 6 في عسرة والسالة ثلاثة حوله متر مضروبة في 2 هنا الناتج قد رح يطلع لي رح نجي نطبق ونشوف قد رح يطلع لنا الناتج خل نجي نطبق يطلع الناتج 37 37 37 7 7 18 75 هذا شنو وحدات منو يقول لي كل ممتاز باسكال لي شنو باسكال لأنه هنا عدي كلها كيلوغرام متر مكعب فصار عندي نيوتن المتر مربع أي ما يعادل باسكال هذا لكل متر من طول الأنبوب هو بعد يشير يقول ثم جد انخفاض ضغط عند نهاية الأنبوب نفس الرقم أما تريد تطبق الدلتا بيت خلي مكان الواحد ثلاثة وأما نفس الرقم باس أضرب في ثلاثة راح يطلع لك هنا فرقم هو هذا انخفاض الضغط عند النقطة الثانية أو عند نهاية الأنبوب جيد هسا هنا انتهى السؤال أفرض راد منك الضغط بدلالة الارتفاع شحنة الضغط أو فرواقد الضغط بدلالة الارتفاع شنو اللي أسوي منو يقول لي هسا أنا طلعت الضغط ال-P إذا طلع بدلالة الارتفاع شنو سوي قسمه على روجي مصحيح طلع لي بدلالة الارتفاع الكثافة في التعجيل هاي إذا أرادها من عندك زين طبعا هاي قتلكم الخمسة وسبعين بها خطأ في ناتج طلع خطأ ساعد الآن من يوم يعود زين هاي هاي عرفنا الشون رح نحسب فواقد الاحتكاك وعرفنا المعادلة مالتها نجي على شق الثاني من الفواقد ماينر 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 لوسيز أو الفواقد الصغيرة تعتبر لكن أيضا ممكن أن نحسب ها فواقد الطاقة نتيجة الأجزاء المشكلة اللي هي energy لوسيز due to formed parts هاي يقول أن مرور الزيد خلال الأجزاء المشكلة يعني مثلا هاي دا تقسيم بشكل حرف T أو عكس أو تحويل بهالشكل هذا أو تحويل بشكل 90 درجة هاي كلها بها فواقد فإعني أي تحويل تأدي إلى تغيير مسار الزيد تسبب أنه انخفاض بالضغط وبالتالي انخفاض بالطاقة هذا الانخفاض يعتمد على كثافة السائل الرو ومربع سرعة الجريان هاي نفسه مو نفس اللي حتين هناك بالمعادلة الأولى لكن هنال ما رح يصير عندي ما رح تعتمد على قطر الأنبور اشترح تعتمد لي تعتمد لي على فتش اسمه معامل الشكل الأبسلون هذا هذا الأبسلون معامل الشكل أو بعض الأحيان يسموه كي والذي يعتمد بدوره على رقم رينولد هذا معامل الشكل يصححه بأكو بي معامل تصحيح اللي هو البي شو بيناه مضروف في البي هذا البي معامل تصحي مين استخرجه أكو جداول طبعا يش ينطيك هنا ينطيك معامل الشكل هذا الأبسلون ينطيك هنا هذا هنا ده شوف إذا كان الجزء المشكل هذا شكل 1.3 إذا بشكل عكس يتراوح من النص إلى الواحد إذا بهالشكل هذا وهكذا هذا ينظر يعتمد هذا الرقم اللي يطلع هنا يعتمد على رينولد فلازم أصححها فش أسوي لازم أحسب رينولد من حسب رينولد خلي نقول طلع لي 30 فرينولد نمبر إيش منطين هنا 25 50 وصاعد 2300 فهنا 30 بالسؤال السابق ففرضا فرضا حسبنا رينولد طلع 30 فأجي هنا أختار أقرب شعة 30 هاي 25 فمعامل التصعيح رح يكون 30 فمن أكتب 1.3 هذا الأبسلون البي تستخرج رينولد نمبر ومن خلال رح تعرف البي مثلا 30 تجي هنا تخلي 30 الكثافة معلومة السرعة معلومة طلعت عندك الفواقد تريد تطلح بدلالة الارتفاع أيضا مو نفس الشي فقط تقسم ها على الروجي هنا من قسمت المعادلة هاي قسمتها على الروجي الروا راحت والج صارت هنا عندنا بالمقام فمو صعبة بس أنت أحفظها وأحفظ شنو معنى الأبسلون شنو معنى البي شنو معنى الروا إذن بس تحفظ وها هي تجي تطبق مباشر طبعا هنا منطيك أيضا جداول شوف هذا العكس منطيك مثلا يعني من 0.3 طاوح 0.4 حسب النوعية مالتر تدرون مالتها الكي شوف هنا هذا الكي هو الأبسلون نفسه لكن في بعض المصادر المزولة بالرمز كي في بعض المصادر المزولة بالرمز إبسلون هذا رمز يصير ما يشلونه رمز لاتيني هنا أيضا نفس الشي منطيك إذن إذا يونيون عندك إذا عندك حرف T كلها منطيك المعاملات مالتها إذا ترجع هذه الجداول هنا نحسب هذا الحاتين طبقه في شكل مثال حتى نعرف جدا يصير طبعا هذا مو واجب يعني بس ومو واجب يقول احسب انخفاض الضغط احسب انخفاض الضغط الطبعا من أقول انخفاض الضغط أنت بعد تعرف مجرد تقسمها على رو جي مجرد تقسمها على الكثافة في التعجيل رح يقول احسب انخفاض الضغط في توصيل بشكل مرفق يعني مثل نحن نسمي بالعام عكس 90 درجة طبعا قطرها 10 ملي متر لسائل لزوجته الكينماتية كذا وكثافته كذا يجري بسرعات كذا خلينا نشوف شون رح نحل طبعا نجي هذه المعادلة مالتنا أمامكم شي يقول دلتا بي تساوي الابسلون في البي الابسلون قلنا هذا المعامل الشكل نطلع عميا من هذا الجدول والبي معامل التصحيح اللي يعتمد على رينولد نمبر يعني ما نقدر نعرفه إذا ما نعرف رينولد نمبر رش قل الرو كثافة موجودة 250 البي تربيع من طينيها السرعة من طينيها وينها السرعة هاي السرعة لاحظ هنا شن طاني نطاني عشرة مليمتر بس ماحتاج يتهنا وين رح احتاجها من يقول لي وين رح احتاجها هاي العشرة مليمتر وين رح احتاجها من احسب رينولد نمبر شوف هس هنا شنو يقول الالبو اللي هو العكس هو من يقول مرفق يسمو بالانقليز الالبو فهنا العكس اللي هو هذا هذا 90 درجة 1.2 هذا 1.2 هذا غير مصحح اخدته هذا رقم واحد نجي البي شون نحسب هل معروف رينولد نمبر رينولد نمبر شنو السرعة موجودة القطر هنا استخدمت وين استخدمت برينولد نمبر عرفت شون ليش استخدمت هنا جبت العفو آسف هنا نعم القطر استخدمت برينولد نمبر المية طبعا هنا عفو آسف هنا خمسة في عشرة أو استثلاثة ليش لأنه كلها استخدمها بشكل مليمتر فخمسة في عشرة أو استثلاثة صارت مليمتر بالثاني هاي سرعة في عشرة هذا القطر على مية اللي هي اللي زوجة أيضا مطنيها مليمتر مربع بالثاني فهو سوى حول السرعة إلى مليمتر وعندي القطر هو مطنيها بالمليمتر هذا ومنطيني اللي زوجة أيضا هنا بالمليمتر واللزوجة أيضا مطنيها بالمليمتر فيطلع رقم خالي من الوحدات جيد فهناش قطلع عندي رينول نبر خمسمية طلع عندي خمسمية يعني وين أروح لازم من يقول لي كلش ممتاز هذا واحد بوينت فايف اللي هو شنو هذا البي المعامل التصحيح اللي يعتمد على رينول دنبر 1.5 إذن هناش رح يصير عندي رح يصير عندي البي 1.5 إذن أجي إسا عندي نقص بالمعادلة ما عندي نقص بالمعادلة كلها صارت معلومة بس مجرد تطبيق أرقام الدلتة فيه رح يصير عندي 1.2 هذا مضروب في الواحد ونص اللي هو هذا مضروب بالكثافة مقسوم على 2 مضروب في مربع السرعة طلع عندي رقم بوحدات النيوتن طبعا نيوتن تنجد بكابتال لتر نيوتن على المتر المربع باسكال يعني هذا الانخفاض بالضغط افرض افرض اطلبت منك الانخفاض بالضغط العفو الانخفاض بالطاقة بدلالة الارتفاع شو رح تسوي هذا الرقم يطلع عندك هنا تقسم على الكثافة تقسم على الكثافة وتقسم على التعجيل يعني هذا الرقم تقسم على الكثافة الرو وتقسم على التعجيل رح يطلع لك ال uran اللي هو ال myślę صار واضح؟ أكو سؤال لحد هاي النقطة؟ أكو سؤال طلاب لحد هاي النقطة؟ أو خلي بمعنى آخر أكو أحد فهم شيء؟